أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة أنها وضعت خطة متكاملة استعدادا لموسم الأضاحي تتضمن توفير المستلزمات والموارد الفنية والتشخيصية والكوادر البشرية المتخصصة لفحص الحيوانات والأضاحي والتأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض إضافة إلى التأكد من اتباع الإجراءات التنظيمية المعمول بها للسماع بدخول الأضاحي والحيوانات الحية إلى الدولة عبر مختلف المنافذ الحدودية جاء ذلك خلال حملة تفقد خلالها سعادة مروان الزعابي الوكيل المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة عددا من المواقع بهدف الارتقاء بالإجراءات الرقابية والتفتيشية والتأكد من سلامة الأضاحي والحيوانات المعدة للاستهلاك خلال الموسم الحالي